في مثل هذا اليوم من عام 2017 كانت ذكرة مؤلمة على العراقيين وهي سقوط المصل على يد تنظيم داعش الإرهاب العين ولكن بفضل الله وفضل قواتنا الأمنية ويقضت الأزل الأمنية والمواطنين اليوم في شهر رمضان أصبحت فترة بيضاء ومنيرة بفضل جهود قواتنا الأمنية الأبطال من الجيش والشرطة وحش الشعبي وبفضل الدماء التي سالت من أجل تحرير هذه المدينة التاريخية والتي تستحق أن نقدم النضاحي من أجلها رسالتنا أيضا إلى أهلنا في محافظة النينوى أن يكون على درجة عالية من اليقضى والحذر وعلى درجة عالية من المعلومات أعطاها للمجزة الأمنية في كافة فصائلها من الجيش والشرطة من أجل القضاء على أي أرهابي يحاول التأثير على هذه المدينة أيضا نحن نوجه رسالة إلى كل من يريد العبث في المدينة بأن قواتنا الأمنية ستكون متصدية وستكون أهلاك لكل من يحاول العبث في هذه المدينة العريقة بتاريخ عشر ستة 2014 دخلوا عناصر تنظيم الداعش الإرهابي إلى محافظة نينوى الحبيبة ومع الأسف الشديد بمجرد دخولهم إلى مدينة الموصل هما ارتكبوا وأبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية وضد أهلنا في مدينة الموصل ومع الأسف الشديد هما بدوا بتدمير كافة البنية التحتية في محافظة نينوى وكذلك تهديم وتدمير بيوت ناس المواطنين الأبرياء وقتل ناس الأبرياء من الرجال ومن النساء ومن الأطفال والشيوخ لمدينة الموصل مع الأسف الشديد والحمد لله وشكر بسواعد الأبطال من الجيش والحجد الشعبي وكذلك كافة الأجهزة الأمنية الشرطة الإتحادية وجهاز مكافعة الإرهاب والحجد العشائري تمكننا من تحرير كافة كل الشبر من أراضينا من دنس الإرهاب من دنس عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتمكننا من تحرير مدينة الموصل بجهود الناس الطيبين المواطنين وبتعاونهم والناس الموجودين داخل المدينة كانوا متعاونين جدا وينطن معلومات وحداثات لتنظيم داعش الإرهابي وكان بإذن الله الحمد لله وشكر تم تحرير المدينة رسالتنا لأهالينا في مدينة الموصل بأننا إن شاء الله جادين ومصرين لحماية مواطننا وأهلنا في محافظة النينوى وكذلك إن شاء الله التعاون مستمر ببيناتنا وهم متعاونين يعني لأنهم شافوا الضيم وشافوا مآسي من تنظيم داعش الإرهابي والحمد لله وشكر اليوم عملاتنا التعرضية والاستباقية مستمرة وما ننطي مجال إن شاء الله بأي شكل من الأشكال بعودة أو برجوع تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة الموصل تمر علينا اليوم ذكرى مؤلمة اللواهية سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية حيث قامت هذه العصابات بتدمير كافة البنى التحتية لهذه المحافظة قتلت من قتلت وهجرت من هجرت وعاتت في الأرض فساد بهذه المناسبة أتوجه لقواتنا الأمنية البطلة بكافة صنو فيها وأخص منها قيادة فرقة المشات الخامس عشر بقيادة اللوار ركن عماد السيلاوي قائد الفرقة حيث أظهرت هذه الفرقة أعمال بطولية في جنوب مدينة الموصل كما أيضا أوجه التحية لقيادة فرقة المشات السادس عشر التي قاتلت في أيسر الموصل وإلى كافة القوات الأمنية الأخرى منها قيادة الشرطة الاتحادية وجهاز مكافعة الإرهاب وأحيي وأهنئ قيادة العمليات المشتركة بقائدها الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله على ما أبدوه من مساعدة وتقديم الخطط الناجحة لتحرير هذه المحافظة أيضا الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض مدينة الحدباء الشفاء التام والعاجل بهذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان مبارك لجرحانا ونتمنى لهم الشفاء العاجل وأن يمنى الله عليهم بالصحة والعافية أيضا أتمنى لأهالينا في مدينة الموصل من الأوقات أحلاها ومن السعادة أجملها داعينا الله أن يجعل أيامهم كلها أفراحا ومسرا ونقول لهم اطمئنوا وقواتكم الأمنية متواجدة لن يعود داعش أبدا داعش ولا وإن هزم وإن كسر وليس لديه القدرة على مواجهة كافة قواتنا الأمنية سندافع عن أرض العراق أينما وجد داعش نسحقه أي من يريد الشر بهذا البلد سنكون له بالمرصاد ترجمة نانسي قنقر